السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد النهاردة جميعا ان شاء الله هنعمل مع بعض function بتعمل replace أو استبدال لstring جوه الفيكتور بstring تاني وكمان هنحدد عدد مرات الاستبدال خليه نخش في الموضوع على طول الفنكشن بتاعتنا هترجع string vector هنسميها replace st أو string function هتقبل مننا شوية حاجات حلوة كده اول حاجة بتاعنا هنسميه sts strings يعني عشان هنا دايما بنسمي st فانا بجمعها عندنا اللي هو القديم نسميه أنا عايز ادور على ده جوه البيكتور وابدله بالجديد اللي هو ده تمام يبقى عندنا اللي هو يعني وعندنا اللي هو طبعا انا عملا كل من الكلام عشان نحط كتيرة جدا وعندنا بعد كده الcount وهنديله ال default value اللي هي one الcount ده شويبه وعدد مرات الاستبدال انا ممكن يكون عندي هنا a h مرة اهي ويكون موجودة عندي مثلا هنا تاني فانا مش عايزة ابدل غير مرة واحدة فهبدل دي بس باحمد وخلاص على كده تمام لو كتبت اتنين هيبدل دي و دي وهكزا طيب هنخش في الموضوع على طول ونعمل loop int i بيساوي سفر i أصغر من sts.size شرحنا كتير ان احنا تكلمنا عن size قبل كده i++ هندخل جوا بقى على الشرط بتاعنا اللي هو هيبدأ يدور على الكلمة القديمة ويتأكد ان الcount بتاعتنا اكبر من صفر عشان ما تروحش حضرتك تعمل اكتر من count ويكون الفانكشن طلبة منك يعني متروحش تعمل اكتر من replace والفانكشن طلبة منك ال replace مرة واحدة بس تمام طيب الشرط بتاعنا الاول ان احنا محتاجين نبحث عن الكلمة القديمة اللي هو يديني هو يديني كلمة ال old دي اللي هي دي تمام هشوفها موجودة ولا لا ممكن ما تكونش موجودة في الفيكتور فهاجه اقول له لو sts i بتساوي ال old الكلمة القديمة وفي نفس الوقت ال count اكبر من صفر يبقى الحمد الله كده تمام الكلمة القديمة لقناها ومتاح لنا ان احنا نعمل replace لان ال count مازالت اكبر من صفر هيجي واحد زكي ويقول لي تمهو ال count by default واحدة تفضل دايما اكبر من صفر اقول له ما احنا عندنا decrement operator هنعمل لها decrement بعد ما نخلص عملية الاستبدال صح؟ يعني دلوقتي هنقوم اسمح لي اقول نقوم في وسط الكلام بالاستبدال عن طريق ان انا اوصل عند الكلمة اهو واقول له ال stsi دي بتساوي الكلمة الجديدة تمام؟ تمت عملية الاستبدال اه اعمل لي decrement للكاونت فالكاونت دلوقتي بقت صفر لما ييجي اللوب يكمل ولو لقى الكلمة تاني هيلاقي الشرط دا مش هيتحقق لان انت بتقوله ال count لازم تبقى اكبر من صفر وهي دلوقتي بقت صفر فمش هيبدل تاني لكن لو هي اتنين مثلا هيبدأ يبدل اول مرة وينقص ال count الواحد وييجي بعدها المرحلة اللي بعدها في اللوب يلاقي ال count ما زالت اكبر من صفر لانها واحد فهيبدل المرة التانية وهكزا تمام يا شباب؟ بعد كده خلصنا نرجع الفيكتور زي ما هو خلينا بقى نعمل التست بتاعتنا هادي الفيكتور string نسميه مثلا words يساوي وخليني اوقف الفيديو وانجز لك وقت واضيف المحتوى بالشكل دا تمام بعد كده هقوله ال words بتساوي replace الفانكشن بتاعتنا اهي الفانكشن طلبه مني ايه يا شباب؟ طلبه مني اول حاجة الفيكتور تفضل الكلمة القديمة تفضل hello الكلمة الجديدة تفضل hi كم عدد مرات الاستبدال مش هكتب فby default هتكون كم one جميل تعال نتأكد ان الدنيا بتاعتنا ماشي يا سليم عن طريق ان احنا نعمل loop على ال words vector اللي احنا لسه عاملين فيه replace int i بيساوي 0 i اصغر من ال words dot size بعدين ال i plus plus تمام كده؟ خش بقى جوه اللوب اكتب لنا ايه؟ see out هادي ال words i hi تمام يا شباب؟ خلينا نشوف عملية الاستبدال تمت ولا ما تمتش؟ انا مستنيك انا مستنيك انا مستنيك انا ناعد تمام؟ hi world hello hello تمام تعال بقى نزود بعد اذنك يعني خليها اتنين عشان يعمل عمليتين استبدال مش واحدة اعمل hi مش ديه على فكرة عشان ما تصدمش هي اللي بعدها hi hi و hi وسابق التالتة تمام؟ تقدر بقى تزود ثلاثة واربعة وطاعم اللي انت عايزه فيه بقى شوية validation هنا لو انا عدت اعملها يبقى انا هخليك تنقل مني وانت مش تتعلم حاجة في حياتك شوية validation انه انا شوف عدد ال count دي ما يعديش عدد معين يبقى فيه range اشيك على ال function اسان جفها كده واروقها ما انا مش بخدها منك اعملها زم هي انا بتعلم وعشان اتعلم لازم اضيف خيارات هنا والله يا شباب وانا بشرح ال function دي جات لفكرة اعملها وروحت مطب بقى في اول مرة وبعدين رح تلاغي الفيديو وعملته تاني عشان اضيف الفكرة فيه حاجات هتجي لك حتى بقولك وانا نفسي بشرح بيجي لي افكار يا رب يا جماعة الدرس يكون سهل وبسيط وعجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم